ليست المرة الأولى التي يتم خلالها استهدف القصر الرئاسي الأفغاني في العاصمة كابل لكن هذه المرة يتم استهدفه بصواريخ أثناء أداء صلاة عيد الأطحى وسقطت عدة صواريخ قرب القصر الرئاسي وسمع دوي الصواريخ في أنحاء المنطقة المحصنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات بينها السفارة الأمريكية وبعد الاعتداء بدقائق بدأ الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه بمناسبة العيد بحضور عدد من كبار المسؤولين واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل للعاصمة الأفغانية وفق ما أعلنت وزارة الداخلية وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة كان آخرها في ديسمبر الماضي وتتزامن العملية مع هجوم واسع تأشنه حركة طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي قوات الأجنبية قدما في انسحابها المقرر استكماله بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس كما تأتي بعد انتهاء محادثات سلام تم إطلاقها في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان إلا أن تلك الجولة باءت بالفشل وانتهت على أمل إعادة استئنافها في وقت لاحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر